دائما لغاءات الغربية والشرقية نعم دائما كلها طابع اثارة وطابع خاص بيكون دائما مباريات ممتعة على مدى التاريخ صراحة لكن انا براه لو رجعنا فنية لمبارات الاتحاد والاتفاق انا براه انه كان النجم الكبير رومارينيو لم يكن في مستوى الحقيقية لم يكن في مستوى من الاسباب اللي ادى التراجع للاتحاد في الجزء لكن بالمقابل انا براه انه مباراتي قدم لاعب كبير جدا في مركز ستة الوطارك حامد قدم انا بشوفه انه اضافة كبيرة جدا للدور السعودي صراحة لاعب غاني جدا لاعب متمكن خالص في مركز ستة فلاعب كبير صراحة لكن الاتحاد اضاء عدد كبير من الفرص صراحة بعمل الشفقة والتسرع واللاعب المهاجم المحترف كولومبي هو لا ما تجد الاتحاد بتاع الاتحاد اضاء عدد كبير من الفرص صراحة لكن قدموا باراة كبيرة جدا لكن للأسف انا براه انه التنظيم اللاعباء والاتحاد نفسه يعني انت طالما انت عندك ثلاثة مدافعين عندك لاعب في مركز ستة بغامة طارق حامد كان افترض يكون اللاعب المحور التان اللي يكون معاه زاد طابع هجومي اكثر مركز ثماني لازم نكون نزعة الهجومية افضل لانه مشان انا بشوف انه الاتحاد يعني من ناحية دفاعية ما كان عنده اي مشكلة مشكلته الاساسية كان في ختام الحجمة وتنظيم وعمل كل شيء معده هز الشباك معده هز الشباك كان عدد الفرص اللي ضاعت حتى يعني تحتاج لنوعية انه المهاجمة القناص اللي تكلم عنه حسن حبيشي للناصر انه قال له ختام الهجمة هو كانت المشكلة الاساسية خيار حمد الله كان لأثر كبير جدا انا برا انه عودة حمد الله لو تم اعداده الاعداد النوعي ورجع الاتحاد الاتحاد بكون يعني شكله مختلف جدا في دولة هذا العام صراح